مقدارة شمسية، شموم مغالية ورخيصة امتنى عن التدخين التدخين يا جماعة ليه ده أضرار كبيرة على لين ممكن احنا حتى لا ندركها تعرفوا ان عندهم نشاط زائد في الغدة الدرقية من الأسباب المباشرة التدخين الناس اللي عندهم جهوز فاكرين الحلقة بتاع الجهوز لو عينه طالع البرة كده لو وقف تدخين ده نشاط الغدة الدرقية يقل وكمان التدخين ليه علاقة بتغيرات الشبكية المركزية نتيجة تقدم العمر بيحصل تغيرات وبيحصل ترسيبات على الشبكية المركزية تؤدي الى ضعف الإبصار وقد تؤدي الى فقدان الإبصار سنوى مباشرة التدخين فأرجوكو خدوا بالكو من صحتكو أكل كويس أكل يا دكتور جزر ها أكل جزر جزر فعلا بيخش في تكوين فيتامين ألف وبيأول نظر أكل ايه تاني أخد ايه تاني خد الحاجات الخضرة الورقية يعني ايه جرجير خاص كابوتشي والآخره تمام؟ دي من الحاجات اللي فيها فيتامين ألف اللي هو وفيتامين سي كمان وهم مهمين في تكوين النظر طب محتاج أخد سابليمنت محتاج أخد حاجة مخصوصة لعيون آه عندنا دلوقتي حاجات كتير قوي من مضادات الأكسادة زي الليوتين والأوميجا ثري والزيادانثين دي حاجات من مضادات الأكسادة دي حاجات موجودة بنضرة شديدة في أكلنا العادي مش بس كده فيتامين ه وفيتامين سي وفيتامين آآآ آآ 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 تمام؟ كل دول من الحاجات المهم والزينك من الحاجات أتريس ألمانت ده من المواد الندرة من الحاجات المهمة جدا أننا ناخدها كسبليمنت أو كبرشامة صغيرة فيها مضادات الأكسادة اللي دي لها تأثير قوي جدا ومهم جدا على الحاجة اللي أنا نسألها دلوقتي اللي هي مشاكل الشبكية المركزية نتيجة التقدم في العمر وكذلك على المياه البيضاء فبالتالي دي سابليمنت مهمة آآ آآ بيحتاجها آآ آآ تماما في آآ آآ تدخلات المهمة في الحياة آآ آآ الحاجات الأخرى المهمة آآ آآ ياريت تروح نكشف من غير موعيد ملاش يبقى فيه مصيبة ومطنشنها عندها 40 سنة يا جماعة نزلوا تفحصوا نيكو رجوكو يعني مهم آآ ونسأل عن تاريخ مرضي في الأسرة الأسرة اللي بعدها أمراض وراثية مهمة تبقى وعية أن ابنها دا اللي لسه مولود تاخده تفحصه النهاردة مش بعد خمس سنين